اللسان سلاح ذو حدين الصائم واللسان يرفع الله العبد إلى رضوانه بكلمات يقولها بلسانه وينزل به إلى أسفل سافلين من سخطه بكلمات يقولها بلسانه قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم رواه البخاري